ميشيل مرحب طول على ضيفنا الليلة لأنه قالنا إذا طولنا عليه اقتصادياً ننضرب مش مش اقتصادياً ننضرب بس مدامته شو ما عقولت عميل بترقستانجو معنا قال لي يعني فيه مشكلة مع المدام الليلة بقى خلينا كلنا نستقبل فادي عبود اقتصادي عبود وأحلى وسهلا بك بحديث البلد شكراً كنت عمتلنا تحت الهواء أنا ما قلت كل المعلومة إنه إذا أخرتوني مدامتي بتطلقني بتطلقني قلتلك مش عاطلة يمكن شكراً لو هنقدم مش عاطلة طبعاً ما بتفهم عربي مرتك وقتها ما تسترجعت وقالاً ما كانت حدي أحكيها الحديث صحيبة بس لو مش هلقدي عاطلة ما كنت هلقدي عم بتعجلنا كل الوقت آه يعني عفاشتيني فادي عبود كنت عم تحكي رأس أنت وميشيل تحت الهواء وعم تتسير وعم تسألوا شو عم أي رأسات عم بيعتقدوا لا أسمعتيني عم بسمع هو عم تخبرنا لا أنت كنت عم بتقول له تانجو ولا أصله سريع قلتلك إنه من الأرجنتين لا أنا أرجنتينية آه لأ أنا أرجنتينية أرجنتينية يعني بالموضوع شوية أقول لهم طبعاً فادي عبود أنت وزير السياحة اللبناني وعضو بتكتل التغيير والإصلاح ولاعب بارس على الصعيد السياسي والاقتصادي وإنت ضيفنا الليلة لنحكي عن حملة حسم الـ 50% على مدة 50 يوم واللي بدأت هالتنين وبتستمر لـ 28 شباط فادي عبود بيشو بتتميز هالخطوة اللي تاخدتوها عن شهر التسوق اللي كنا معوادين عليه بيشباط بالواقع ما في كتير فرق يعني في فرق أنه بدل الشهر عملناه 50 يوم ولكن الفكرة نفسه والمبدأ نفسه طبعاً اليوم عم نجرب مع شركة الطيران الوطنية أنه يكون فيه باكجز كمان يعني بأسعار كتير ترجعية يعني فيه حصومات على الـ فيه حصومات توصل للـ 50% كمان ولا لا ما تقدر توصل أحب أذكر بشغلينا نحن باقتصاد حر نعم ولا وزارة السياحة أو وزارة اقتصاد تتدخل نعم نهاي ده بالواقع شهر تسوق نعم وكل مؤسسة سياحية هي حرة أنه تعطل حصومات البتريدة سياحية أو تجارية مبدأياً أكترية المطاعم عم بيعملوا منوء خاص لهذا يعني منوء بسعر كتير مشجع الطيران الفنادق طبعاً أجار السيارات وأساساً مثل ما بتعرفي بهالفترة هايدي أغلبية المحلات هي أونسيل يعني الأسبوع الماضي يوم الجمعة صدرت التسعيرات تبع الميدل إيست والباكجز من مطرح ما عم بتطير شركة طيران الشرق الأوسط وسمعت أنا عدة شركات طيران أخرى كمان عم تعمل يعني بنصح أنه يفوتوا على الانترنت نعم ويشوفوا عدة شركات على لبنان عم تعمل نفس الدين لا تجي على لبنان اي عم تعمل خصومات كمان يجوا على لبنان بس هوني كمان فيه شغلي يعني لازم نشتغل عليها للمستقبل إنه نحنا الأشهر الميتي عنا هي فرص أمريكا اللاتينية صيفية البرزيل وصيفية الأرجنتين ومكسيكو لأنه هنا تقصهم عاكسنا تماما يعني الصيفية الشتوية هلأ عز الصيف عندهم والفرص المدرسية عندهم فبالتالي نحن لازم نستفيد كما ذكرت من أستراليا ومن كل أمريكا اللاتينية نجيبهم نجيبهم بفرصهم بخطوة أولى جبت المدام من الأرجنتين إيه بس من 25 سنة من 25 سنة لك لأ إمتى عم بتفكر يعني فيه رؤية وتخطير على 50 برجعهم بفق معوها الحكي هلأ عهل معدل وعهل خبرية كل السواح رح يحضونها الغنية إن شاء الله يا عم فادي عبود موضوع منع التدخين أصار جدل كبير وأحرج يمكن الدولة بمكان معين مع أصحاب المؤسسات والمطاعم والأوتلات برأيك الحل كان غد النظر اللي حصل بفتلة الأعياد الأخيرة أشوفي بالواقع لا أنا ما بأمن بهالحل أبدا وعدم احترام القوانين مهما كان القانون بس على العيد صار فيه غد نظر ولا لا؟ لا مش صار فيه غد نظر على العيد نشكر الله كان لدينا أكتر من ألفين سايح تركي وأنا حبيت أن يكون فيه مواكبة من الشرطة السياحية مع السواح الأتراك فبالتالي تكون صادق معك يعني ما كان عندي دوريات يلي أقدر أني أبعثها بس بحب تذكر شغلي يعني بتعرف هلأ وزارة السياحة بالواجهة بما يتعلق بالتدخين هالموضوع لا علاقة له بوزارة السياحة أو وزارة صحة بالأسفل وزارة الصحة هي المسؤولة عن تنفيذ والمرسيم التنفيذية ووزارة المالية معها ونحن مجرد يعني أداة تنفيذية بتدخين شخصية؟ ما بتدخين كنت تدخين؟ كنت تدخين نعم لا أيمتها يعني أيمتها وقفت لا سنتين ونص تقريبا طب أنا رح لك شو غنه لرواد المطاعم براس السنة وبالأعياد بس ثقبتلون الشرطة بهالفترة مع جامعة أردوغان فادي عبود مع أنك أقدت بأكتر من مناسبة حب كل اللبنانيين للإخوة العرب قلت مؤخرا يبدو أن بعض الدول كالإمارات العربية المتحدة مثلا نسبها مقاطعة لبنان باعتبارها أدت إلى تضاعف عدد السياح الذين يزورونها وهالكلم أثار استياء دولة الإمارات وقسم من اللبنانيين خاصة اللي بيشتغلوا هوني هالتصريح كم بلحظة انفعال وعتب؟ لا 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 أبدا أو مبنى على معلومات خليني أقولك شالي تقريبا المقاطعة صار عمرها شي سنة ونص نعم بتاني مول بلشه بنص 2011 طلعت طبعا الصيفية بال2012 أجت زادت على الموضوع أنا برأيي ما عم نقوم بواجب بواجبنا كامل أو حتى ما عم نتحشر بين هاليلين فيهم يعني نفتح الحوار نعم فأنا حبيت انفتح الحوار شوفي يعني نرجع هيك بالذاكرى شي عاش الصين لورا واطلقنا نحنا شهر التسوق نعم كان فيه يعني ردة فعل كتير سلبية من دولة الإمارات وقتها انه لأ هيدا قلنا شهر التسوق انتو عم بتتقلدونا بالتالي وقت اللي منحكي انه فيه تنافس او فيه conflict of interest هيدا لنا اهاني ولا تتكبر الا بزهن البعض يلي بدي نقلو هالموضوع من موقعه السياحة البعض لا يصير موضوع سياسي ومو زايدات خلينا نكون انا واضح اي لبناني ناكر للجميل وجميل كل دول خليج وتحديدا الإمارات موجودة علينا نحنا اللبنانيين في عندك تقريبا نمكن شي 300 الف موجودين بالإمارات اللبنانيين بشتغلوا بالإمارات اللبنانيين ساهموا كتير بنمو الإمارات والإمارات كانت كتير منيحة كبلة التانية لللبنانيين فهيدا ما حدا يزيد فيه خلينا نكون واضحين وصراحين خاصة نحن على الهواء وبرنامجك The Most Popular بقى كتير من اللبنانيين عم يسمعونك منشان هيك نحنا منشان هيك نحنا علي لك اليوم وأنت معنا لأنك عالم اقتصادي وعالم سياسي يعني فبالتالي حلو المزيج يعني يكون كمان فادي عبود اليوم مراهم بشكل كبير على نجاح مبادرتك بإنشاء الشباك الموحد بوزارة السياحة شو فكرة هالشباك بالضبط وقديش يوم في إبكانية لتطبيقة يمكن أكتر هاجس كان عندي بهالتات سنين اللي أنا في يوم بالوزارة هو إنه نوصل لسيستم لبروسيدجرز لإجراءات نعم نزهل حياة المواطن لأنه بدألك شغلي الرشاوة بتبدأ بالإجراء بتهنزي بروسيدجر إجراء عذاب وقهر وما بتعطيين ما في شفافية نهائيا لا بالآخر يضطر يجل عند الموظف يقول له هاي دمية وهي دمية لا نصرت تحت رحمته بالنهاية تماما فهيدا الموضوع طبعا عم نشتغله بالتعاون مع وزارة الدولة الإصلاح الإداري وفي شركة بريطانية ماكس والستامت اللي هانا كانوا مستشارين من خلال يون دي بي ومثلا إحدى الاقتراحات وبحب الشعب اللي يعرف هالشي طالبوا مننا أنه الرخصة ما بقى فيه رخص بالعالم نعم رخصة مسبقة قبل ما يفتح المطعم بيجي فيه بروشير وفيه كونترا هاي دي الشروط نعم إذا بتوافق تفضل وقع هون روح وفتاح المطعم بتخالف أي شرط من الشروط بنقفل المطعم نعم بكل بساطة وهيك لازم يصير نعم نحن بطريقة سريعة بطريقة سريعة من خلال شباك واحد بدون عذاب وقهر ما بدك تنتقل من هون لهون لهون حتى تملي المواصفات أو أشروط هلأ صار بشباك واحد نفتر أطلقنا الشباك الموحد بس هاي دي أول الطريق نعم نحن بانتظار أني أقدر عدل كل الإجراءات لتسير عمليات الرخص بطريقة حديثة وإذا بنقدر نحن حياة بهالموضوع كل شي اسمه رخصة تعرفي شي رخصة باللبنان ببلاش؟ لا أكيد لا بدون ندفع عليها مزل تماما فهيدي التحدي الأكبر أنا حلمي بالحياة تشوف شفافية مطلقة باللبنان واشوف كل حسابات الدولة اللبنانية على الإنترنت إن شاء الله فهدي عبود اليوم في لغة كبيرة حول مشاركتك بالانتخابات النيبية في ناس بتقول أنه ما عندك رغبة أنك تشارك وناس تانيين بتقول أنه الطيار ما عنده رغبة بأنك تترشح وين الحقيقة باللبنان؟ إذا شرحت من عندك وأنت معي حتما رح أطلع نايم خلص أنا دعمي يعني التنينين الرأيين معهم حقي لحد ما فيه احتمال أني ترشح نعم بس بدي يكون اللي دور بدي يكون اللي دور بإختصاصي بدي يكون اللي دور أنا لا أقدر لأنه برأيي ضمن الليجان يعني ضمن الليجان وضمن التشريع وضمن الأكيب لأنه السياسة المنفرد أنت بتعرفي واللبنانيين كلهم بيعرفوا ما قالوا حظ إلا إذا انتقلنا إلى النسبي فبالتالي بدو يكون من ضمن فريق عمل فريق العمل اللي أنا منه اليوم مش أنا معه بالصدفة مش إنه أنا كنت يعني ناطر فريق عملتها أركب معه بالبوستة أنا بفريق العمل اللي أنا فيه حسب أنا يعني بالتكتل طبعا حسب قناعاتي مية بالمية إذا كان في مجال إنه إتعاون مع هالفريق العمل نعم أنا مرشنة فادي عبود صيح بعدك لليوم عضل قد ما ركضوك جوانا وفادي فادي كمان فادي جونيور فادي جونيور نعم وراهم بالأطلة صحيح وين عالسكي عالسكي مع أنه عم نحكي جوانا وفادي 24 و25 يعني أو 25 و24 ركضونا يعني يا محل هاديك الأيام اللي كانوا صغار كانوا صغار اه ثلاثة أيام كانوا صعبين صعبين الله يخلي لك شكرا يا هون وين كنتوا بفريق بفريق نعم طيب بس مدام طلبت منها لأنك كتير معضل وعم تتشكها طلبت منها نحط لك غنية بحديثة البلد اه هيا تصلت فينا هيا هيا بسبانيولي ولا لا باللبناني تسمعها أوف مرت البيت عملي عن طاق وبيت مشاق وبيت زندق وعش اللي قلم بيجي عالبيت بيقلي دخلك جسم مكسر بسباني补 بسباني مية بالمية عفشتيني هلا وعمت تحجاش بالوليد وفي السكي كمان فادي عبود انو عندك مشاريع كتير فادي عبود وانترفيو مشروع فادي عبود بكلمة شو المشروع اللي بتحلم فيه عولمة المطبخ اللبناني هيدا حلمة شو المشروع اللي ممكن يغير مستقبل لبنان للأفضل ينحط وسكي بكل خزانات الماء على سطوح البنيات ضربة كف ما بيصير ايه والله هيدا فكرة مش عاطلة شوف برأي يعني علمانية قد تكون يعني نترك علاقتنا بيننا وبين ربنا علاقة حميمة ما ندخلها بحياتنا الخاصة نرجع نوحدها المجتمع شو المشروع يلي عرقلته لانه منك مقتنع فيه عدة مواضيع بمثلا بالصيفية نحنا كنا حطين اعلانات مع السي ان ان اكتر من مليون دولار يعني ومع اليورو سبورت وي الاخر اضطرات اني عرقل هالمشروع لانه ما فيك يتذكري العالم بلبنان اذا طريق المطار مسكرة مثلا بتذكريهم بالصورة السلبية شو المشروع اللي حابب تعالون عنه من حديث البلد المشروع الاساسي اللي حالي يعني هو مشروعي بالاساس كوزير للسياحة هو يعني نفتح ابواب السياحة في لبنان على مصرعيها لكل العالم المشروع الاساسي عم نشطر عليه هو لاتن امريكا عم نحكي عن برازيل ولاتن امريكا ككل بطرح ما فيه اكتر من عشر مليون من اصل لبناني هيدا المشروع اللي بدي اعلنه العودة الى الجزور يعني بالتاقى يمكن مع دعاية عم تقطع هلأ كتيرك مؤسرة سمايل لبنان هيدا الروحية اللي من ريدها وهلأ اللي حقتها دعاية تانية تتحكي عن الخمسين خمسين يعني هون حبينا نخلق المود السمايل وخلاص بدي اقلك شغلة اكترية اللبنانيين لا تمانية ولا اربطعش بطلوا على القليل عم نزعجون نحن نحن عم نزعجون السياسيين حان الوقت هيدا اول سياسة بيعترف بيعترف فيها بالعلن حان الوقت بديمقراطية وبمحبة نتخان شبعتنا بس خارج عن نطاق لقمة عايش الناس وعدنا رح ترقص مع كيتي ولا انا غلطاني 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 كيتي برقو غير رأيه غير رأيه غير رأيه تنزلت لكيتي انا بقريلك بلا ما تحط العوانات تبين مع عمر الحقيقي فيك البركة اللبنانيون بانتظار رسالة اس ام اس منك تشجعهم على التسوق خلال خمسين يومين اوكي بدك هلأ تعمل لون فورمول اس اماس سريع وديراك تطلع بالكاميرا تبعث لون ايه وتدعيهم على التسوق بيظل هالخمسين بالمئة اكيد شجع بلدك وشجع صناعتك وصروف قرشك بلبنان لا يضل لولدك خلال